بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين أقرأ بنعمة المسيح جزء من سفر أرمية النبي في العهد القديم في الإصحة الأول في عدد أربعة يقول فكانت كلمة الرب إلي قائلة قائلا قبل ما صورتك في البطن عرفتك وقبل ما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب فقلت آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد فقال الرب لي لا تقول إني ولد لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أأمرك به لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين كلمتكم في الأسبوع الماضي على لا تكن مغرورا وزي ما بتدينا في بداية هذا الصوم صوم الميلاد تأملتنا الروحية في سفر يشوع ابن سيراخ والسفر بنسميه حكمة يشوع والسفر ده الحقيقة هو 51 إصحاح ممتلئ بعبارات الحكمة القصيرة واللي بتحمل خبرات الحياة الإنسانية لكن من الملاحظات المهمة في السفر ده أن آيات كتيرة تتعدى المية وخمسين آية كلها تبدأ بكلمة لا لا ناهية فكلمتك في الأسبوع الأول عن لا تكن قاسيا والأسبوع الثاني لا تكن سرصارا والأسبوع الثالث لا تكن مغرورا أحب أكمل الأسبوع النهاردة عن لا تكن صغير النفس صغر النفس والحقيقة في سفر يشوع يقول كده في إصحاح سبعة يقول عبارات واضحة قوي لا تكن صغير النفس في صلاتك وهنشرحها دي ده في إصحاح سبعة وبيقول كمان في إصحاح ستاشر لا تقل سأطوارى عن الرب لعل أحدا من العلي يذكرني لعل أحدا من العلي يذكرني دي في إصحاح ستاشر عدد ستاشر صغر النفس الصغر النفس يعتبر أحد الضعفات الإنسانية إنسان مش واثق في نفسه والحقيقة الأسبوع اللي فات لا تكن مغرورا والأسبوع ده لا تكن صغير النفس دول الحدين الحد الكبير أو اللي فوق الغرور والحد الثاني صغير النفس ده اللي تحته خالص في الأرض لكن الله يطلب مننا إن احنا نكون في الحد الوسط اللي هو حد الاتطاع أو حد الحقيقة إن يكون كل إنسان بحسب حقيقته ودي نقطة مهمة جدا لأن صغر النفس بيحارب كل إنسان بيحارب الصغير والكبير الطالب هو داخل الامتحان ممكن يبقى خايف ما عنده ثقة في نفسه ممكن يلخبط في الإجابة الشخص اللي رايح يتقدم له وظيفة ويتعمله انترفيو مقابلة ويقعد ما يبانش فيه إنه واثق في نفسه تكون النتيجة إنه ما يتقبلش لأنه ما عنده ثقة في نفسه النقطة دي نقطة مهمة جدا إن لا تكون صغير النفس وإحنا حتى بنصليها في التحليل نقول صغر النفس النفس اللي هو حس إنه إلا إنه ضعيف حتى الوصية الجميلة اللي بنقراها وبنصليها في الكتاب المقدس في صلاة نصف الليل يقول لا تخف أيها القطيع الصغير ما القطيع الصغير عنده شكل من أشكال عدم الثقة في النفس فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت يعني كل ما يجيلوا كده إحساس إنه خايف إنه قليل إنه صغير يقول لا ده الملكوت ينتظرني أنا أكتهد عشان أوصل للملكوت صغر النفس هو شعور للفرد بيشعر فيه إنه أقل من الآخرين والأخطر من كده إنه لا يقبل نفسه وده شيء خطير إن فيه إنسان يبعايش مش قابل نفسه ومش قابل قدراته قدرات اللي عنده وشوية بشوية تروح منه ثقة في نفسه ويوصل لدرجة ربنا يحفظ الجميع درجة الكراهية نفسه ويبتدي يعتبر إنه كل الآخرين أفضل منه وإنه هو زي العدم وممكن يخرج ويدخل فيه بالوعة اليأس وممكن ينتهي بيه الإنسان ينتهي الإنسان إلى حياة الانتحار يوصل لحد ياخد القرار يحط تحدي لحياته وينتحر هنا خطورة عدم وجود الثقة في النفس عايز أقول لك وابتدي وياك الموضوع بزي ما بيعلمهن يشوع بن سراخ في حكمته وفي سفره إن نمرة واحد لا تفقد الثقتك في نفسك خالص مهما كان لا تستحي يقول لنا كده يا شوع بن سراخ لا تستحي في أمر نفسك يعني ما تبصش نفسك وتحتقر نفسك وأنا بتكلم في زاوية محددة لا تحتقر نفسك وتبص نفسك إنك قليل خالص أنت لو كنت في طالب مثلا بتذاكر أنت بتذاكر وتعبت وعرف إن التعب ده يكلله الله بالنجاح شوف يقول لنا في المزمور إيه الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاك بيزرع بالدموع يعني كأن دمع العين ده هو اللي بيروي الزرع بتاعته يعني صهران على الزرع بتاعته يعني عنده أمل وثقة ورجاء أن يبقى فيه صمر فيحصدون بالابتهاك لا تفقد الثقة بنفسك خالص أنت مسيحك في ظهرك وقدسين بيساعدوك وروح الله يعمل في داخلك ويمكن أحياني الإنسان بيسمع الكلام المحبط يسمع من هنا ده يقول كلمة وده يقول كلمة كلام محبط يقوم يمكن كلكم فاكريني القصة بتاعت أديسون اللي اختار عن مصباح الكهرباء إزاي اتطرد من مدرسة وإزاي أن أمه اللي هي كانت مسؤولة عنه الناظر يقول لها ابنك ده مش نافع اللي قال عليه مش نافع صار أفضل مخترع في تاريخ البشرية ليه لأن أمه وقفت وراء وقعدت تزرع فيه الثقة في نفسه إنك تقدر إنك تشتغل أنا أفتكر قصة لطيفة قوي عن شاعر لبناني اسمه كرم ملحم كان قلدغ في حرف الره فحبت مزيعة تقابله وتسأله أسئلة ويجاوب عليها ويعني يبقى باب من الأبواب السخرية إنه إيه ألدغ في حرف الره كل كلمة فيها رهايبة ألدغ فيها فمن براعته ظل ربع ساعة يتكلم كلمات لا يذكر فيها حرف الره وأثبت جدارة بالغة واحد زي طه حسين كان ضرير وأسرته كانت أسرة قروية بسيطة للغاية ولكن لما وقف اللي جنبه وزوجته كملت إنه تعطيه ثقة في نفسه صار عظيم من عظماء مصر صار وزير للمعارف تربية والتعليم صار كاتب لكتب كثيرة ومفكر وفيلسوف وصارت له نظريات وقاد جامعة الأسكندرية كل ده الثقة في النفس لا تستحي في أمر نفسك أفكركم بقصة لطيفة في الكتاب المقدس لما جه سموئيل وعايز ياخد واحد يبتدي يدخل الحرب أو يقف قدام جليات فابتدى الكبير ثم الصغير إخوات داود واحد في الثاني في الثالث وداود مش في الاعتبار لأنه دا الصغير دا الصغير ويبتدي أبو داود يعني يقدم داود وقاله دا الصغير لإذا كان الكبر مش نفعي وبعدين يقولوله لماذا نزلت انت نزلت تحارب جليات وانت عارف مين جليات انت عارف قوة جليات اللي هزم جليات مش النبلة اللي هزم جليات السقة في النفس ووضع السقة دا هيت في يد الله انت تأتي إلي بسيف ورمح وأنا أأتي إليك بإسم أو بقوة رب الجنود في قوة رب الجنود دي استخدمت السقة اللي وضحها داود في نفسه وسلمها في يد الله فصنعت العجب وانهزم جليات الصورة الجميلة دا هيت داود لم يلتفت لأصوات الأحباط اللي حواليه ويقول كده يشوع ابن سراخ في آياته وأمثاله الحكيمة يقول لا تستحي حياء به هلاكك لا تستحي ما تخافش لا تستحي حياء به هلاكك ودخل داود وعاش وانتصر ولم يفقد السقة بنفسه اوعى تفقد السقة بنفسك اجتهد ان يكون عندك هذه السقة بالسمرار عايز اقول لك حاجة مهمة قوي ما تقولش ابدا قدام اي موقف انا ما اقدرش وتبعد او ما تجيش قدام اي مسئولية وتهرب ان وجدت السقة في نفسك هتقدر بنعمة المسيح انك تكتهد وتنتصر وتشعر ان الله يستخدمك كتير من المشروعات اللي بنيجي ندخل فيها سواء بناء كنايس او غير بنيجي نايس والواحد في اول المشروع ويقول يا رب انت ابدا اعمله ازاي ابدا اخليه ازاي امكانية النية اللي هي السقة في نفسك لكن هو خد المبلغ ده وخلاه زي خميرة ومن خلال الخميرة ده هيت الله بارك وتبنت كنيسة واثنين وثلاثة بالرقم البسيط ده لا تفقد السقة بنفسك دي نمرة واحد ده انا عايز كمان يعني اذكرلك ان واحد زي موسى النبي وموسى النبي ده احد الانبياء العظام موسى النبي يقف ويقول قدام الله انا اغلف الشفاتين انا اروح اتكلم قدام فرعون اتكلم ازاي ده انا ما بعرفش اقول كلمتين على بعض اغلف يعني مقفول اغلف الشفاتين اتكلم ازاي وارمية في الجزء اللي ارناه هنا هيقول لا اعرف ان اتكلم لاني ولد هو شايف نفسه يوم الله يقول له وشوف بقى التشجيع القوي لا تقول اني ولد لانك الى كل من ارسلك اليه تذهب وتتكلم بكل ما اأمرك به اوعى تعتبر نفسك الا تقدر انت تقدر بنعمة المسيح تقدر تقدر تشتغل وتقدر تخدم احيان بناخد الشباب الصغير اللي هو مثلا في مرحلة ثانا ويخش في فصول اعداد خدام قول انا هبقى خدم خدم ازاي يعني وانا اعرف ايه وانا لسه صغير ويمكن لما يبتدي يتدرب ويتمرن يلاقي بينه وبين الولاد اللي بيخدمهم سنين قليلة لكن عندما توجد الثقة في نفسك تستطيع وتكبر شوية بشوية في واحد يجي يترهبن وطريق الرهبنة طريق من السهل يقول انا هقدر على الرهبنة ويبتدي عدو الخير يحربه ويسيب الدير ويسيب الرهبنة وفيه واحد تاني حط ثقة في نفسه ويكبر شوية بشوية في الحياة الروحية وفي الحياة الديرية ويكبر فيه خبرات شيوخ اباء البرية ويتعمق ويشبع ويفرح بحياته الرهبنة يعقوب الرسول يقول لنا من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة ما تهربش من مسئولية أبدا عندما تكلف المسئولية ما تهربش منها خالص مدام انت صادق مع نفسك ضع ثقتك في نفسك حط ده كله في يد الله دي نمرة واحد نمرة اتنين لا تفقد ثقتك بالله الاولانية لا تفقد ثقتك بنفسك لا تفقد ثقتك بالله يقول لنا يشوع ابن سيراخ في إصحاح سبعة لا تكن صغير النفس في صلاتك زي ما قررتها من شوية لا تكن صغير النفس يعني واحد ايه صغير النفس في صلاتك يعني واحد يقع في صلي وهو مش متأكد ان الكلام ده هيوصل عند الله او يكون بيطلب بغير ايمان انا فاكر مرة شاب من الشبان كان يعني بعيد في حياته الروحية خالص ومش واخد باله من نفسه فجيه مرة قال لي تعبير لطيف قوي قال لي انا صلاتي ما بتعديش سقف القوضة عايز يقولي يعني صلاته ضعيفة هي الصلاة ازاي تبقى قوية وتصل الى مسامع الله من خلال ايمانك الصلاة التي بايمان ان تلباطك الروحية بتقدمها بايمان بلجاجة باستمرار بانك بتصرخ من قلبك حتى دون ان تنطق شفتاك من الاعماق سرخته ليك يا رب في صلاة حتى وان كانت صغيرة جدا ولكنها توصل لغاية اذني الله يقول كده لا تقل سأطوارى عن الرب لعل احدا من العلي يذكرني يعني انا ربنا هيعرفني ازاي ده انا واحد من ملايين هو انا امثل ايه عند ربنا هو انا ربنا يعني واخد بالو مني ده انا لما بقى في الكنيسة في مئات من الناس وقفين هياخد بالو مني انا اش معنى انا يعني وهي كنيسة واحدة ده الاف الكنيس وهي بلد واحدة ده مئات البلاد والشعوب والبشرية للنهاردة اللي بتوصل سبعة مليار من البشر ربنا هياخد بالو مني يفقد ثقة فالله لما بنقول كل يوم الصبح نقابل بعض ونقول صباح الخير وصباح النور صباح الخير المقصود بها ان هذا الصباح بتاع ربنا هو كلية الخير وهو الساكن في نور لا يدنى منه عشان كده بنقول ان هذا النهار الجديد الله العامل فيه الله صاحب الخير اللي فيه ده بيديلك نوع من الثقة فالله الله الذي يدير هذه المسكونة ويدير الحياة يدير الطبيعة يدير الفلك كله النجوم والكواكب والشموس والمجموعات في الفضاء هو الذي يدير وفي نفس الوقت بيدير اصغر خلية كل خلية في جسمنا وفي جسم الكائنات الحية كأن لها عقل يديرها هي يد الله التي تدير هذا العالم كله الخالق يدير الخليقة الإنسان النبات الحيوان حتى الكائنات الصغيرة اللي بيسموها وحيدة الخلية الله يدير الحياة فيها لكن أحياني الإنسان يشعر بصغر النفس بسبب الحساسية الزايدة اللي عنده بعض الناس عندهم حساسية كتير حساسية لأي أمر صغير يعني لو واحد ضرب موبايل كده لصحبه وصحبه مردش عليه يقولك هو مش عايز يرد عليه هو أخذ مني موقف لو دخل في وسط ناس وبعدين سلم على البعض وهو ما جاش توره في سلام يقولك بس هو قاصد هو زعلان مني في بشر عندهم حساسية زائدة زايدة زايدة عن اللزوم فلندا زعلان مني فلندا مش مهتم بي فلندا مشغول عني فلندا مش واخد باله مني وأحنا الحساسية ده هي تخلي الإنسان يبعد عن الباقي عن باقي الناس اللي حواليه ده أنا عايز أقولك ممكن الحساسية دي تخلي الناس تبتعد عنك حتى اللي بيحبوك يبتعد أنت أبسط حاجة بتاخد فيها موقف يقول هنا يشوع بن سراخ سأتوارى عن الرب هبعد عن ربنا وده برضو عقل تبعد عن ربنا ازاي يعني تبعد عن ربنا ازاي سأتوارى عن الرب لا تفقد ثقتك بالله هو أخذ باله منك هو شايفك هو بيدبر أمورك هو ضابط الكل هو اللي بيقدم لك النعمة الكتيرة في كل يوم نعمة السطر ونعمة الصحة ونعمة الحفظ وأنه يأتي بك إلى هذه الساعة نعمة العمر انتبه انتبه الله الله مازال يحفظ البشر وعلى رأي بولوس الرسول يقول المسيح فيكم رجاء المجد المسيح فيكم رجاء المجد يعني هو موجود في حياتنا وبيشتغل ويانا وبيعدد ثقتنا بيعدد شخصياتنا الإنسان صغير النفس أو ضعيف النفس كده إنسان هينفع لإيده مش هقدر يبقى طاقة عاملة وهيضيع على نفسه نعم كتيرة الله يعطيها له هيضيع على نفسه بسبب صغر النفس انتبه لنفسك وما تنساش أنك الخالق الذي أوجدك أوجدك على صورته ومثاله وعطاك نعم كثيرة وروح القدوس يعمل فيك ويقويك ويمكنك ويخليك تعرف تتكلم وتعرف تنجح بس يكون أمين ويشتغل وعلى رأي الإنجيل اللي بنقراه في نصف الليل لا تخف أيها القطيع الصغير متخفش ده وعد من الله نفسه لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت دي بالزبط بتفكرني بالوعد اللي بيقدمه المسيح لنا في آخر آيات إنجيل معلمنا متى البشير يقول إيه يقول اذهبوا تلمزوا وعمدوا وعلموهم جميع ما أوصيتكم به خد بالك من الأربع أفعال اذهبوا تلمزوا وعمدوا وعلموا طب يا رب هنعمل حاجات دي ازاي وهنروح بلاد كتيرة وأماكن غريبة وفيه عايزة إمكانيات وعايزة مهارات وعايزة شخص عنده مواهب هعمل حاجات دي كلها ازاي يقول ها أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء الضهر ها أنا معكم دي هي ثقة تقفية الله التي تعمل ولما بنعرف صفر عمل الرسل لأنه بيحكي تاريخ الكنيسة الأولى بيحكي كيفا الله كان يفتح الأبواب برغم أن فيه أماكن وفيه مواضع وبلد رحوها تعب فيها الأباء الرسل لكن الله كان يفتح باب للكرازة باب للخدمة باب للعمل ومزال حتى اليوم يفتح أمامنا أبواب فهو يفتح ولا أحد يغلق حاجة تالتة لا تفقد ثقتك بالأبدية أنت عايش على الأرض ربنا أعطاك نعمة الحياة على الأرض ربنا يديك العمر الطويل وتعيش لكن حط في بالك أيضا الأبدي أنه فيه سماء لك نصيب لا تفقد ثقتك لأنه بيحصل أن ناس كتيرة بتحط كل فكرها وأحلمها في الطراب يسموهم أهل الطين عايشين في الطراب طب والسماء والأبدية وطلعت فلسفات كتيرة هتقول خلي السماء ربنا والإنسان يبقى له الأرض ويعمل بقى الإنسان زي ما هو عايز يمشي حسب مزاجه حسب عقله حسب أفكاره اللي ممكن تضيعه في العهد الأديم لما جم يتجسسه الأرض أرسله 12 شخص الـ 12 شخص دول راحوا علشان يشوفوا الأرض اللي هيدخلوها يدخلوا ولا ما يدخلوش فيها ف عشرة من الـ 12 رجعوا وهم بعد ما شافوا أرض كنعان وقالوا كده لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا القبائل اللي كانت عايشة في الأرض اللي هيباني عنق قال لك دول أشد مننا دول ناس طوال وأقوياء نحن خاف منه ما نروحش ما ندخلش الأرض عشرة من 12 نظروا نظروا لشكل الناس وقوة الناس ومهابة الناس وبس وعاشوا في صغر النفس طيب يشوع بن نون وكالب ابن يفن الاتنين الاتنين دول هما الاتنين اللي بقيين من الاثناشر راحوا لغاية هناك والعشرة راحوا كلهم العشرة شافوا منظر لكن الاتنين شافوا منظر آخر شافوا عنقود العنب الأرض المسمرة الأرض التي تفيد لبن وعسر يعني فيها خير شافوا حلاوة الأرض وحصاد الأرض ورجعوا قالوا 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 إننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها في واحد يشوف الحاجة يقولك مفيش فايدة عارف اللي بيكسر المأديف وفي واحد عنده إسرار وعنده في عينيه رؤية إيجابية رؤية إيجابية والرؤية الإيجابية دي بتخليه ينجح ويحقق أننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها وسمعوا كلام اللي اتنين دول والحمد لله لم يزغوا لكلام العشرة المحبط اللي هم قالوا مفيش فايدة اللي هو قالوا إننا نفضل في مكاننا ما نتحركش دول اتحركوا بناء على الرؤية الإيجابية الثقة في الأبدية كنعان هنا بنسميها أرض الموعد الجديدة وده رمز للسماء لا تفقد ثقتك في الأبدية جاهد على الأرض عشان يبقى لك نصيب هو اللص اليمين وهو على عود الصليب مصطوب جنب المسيح اللي عاش حياته طولا وعرضا بعيد عن المسيح ده كان يعني أفكارنا ممكن يوصل للسماء لكن هو العبارة كانت بمثابة اعتراف وبمثابة توبة وبمثابة رجاء وبمثابة صلاة اسكرني يا رب متى جئت في ملكتك كل ده جمعه في أربع خمس كلمات وعنده ثقة النموك يبقى له نصيب وينال هذه الثقة اليوم تكون معي في الفردوس اوعى تقع في صغر النفس واليأس اوعى الخطيئة تصغرك والخطيئة مهما امتدت في حياتك أو طولت أو عاشت كتير أو وقعتك لغاية التراب والغاية الوحل انتبه يمكن أن يكون لك نصيب يمكن أن تعود يمكن أن تقوم وتبدأ من جديد ويقول لنا في يشوع ابن سراخ لا تخشى قضاء الموت اذكر أوائلك وأواخرك هذا هو قضاء الرب على كل زي جسد في إصحاح 41 يعني حياتك اوعى تسلمها لضعاف النفوس يقول لك إذا أردت أن تتعلم الصلاة التصق بإنسان محب للصلاة إذا أردت أن تتعلم الألحان التصق بإنسان بيحب الألحان إذا أردت أن تتعلم لغة معينة التصق بإنسان محب اللغة معينة أما إذا التصقت بإنسان ضعيف هتضعف أكتر وفي مثل كده بلدي يقولك الصاحب ساحب الصاحب لو صاحبي شاطر هيرفعني لفوق لو صاحبي وحش هنزل لتحت انتبه لا تفقد ثقتك بالأبدية وبنصيبك في السماء خالص وانظر دايما لعنقود العنب انظر لعنقود العنب اللي حطه أمامهم ولقوا حلم وقدموا كلامهم ان احنا ندخل الى الارض ونمتلكها ونقدر عليها على رأي بولوس الرسول الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح وهو بيوصي تلميذ وتميساوس في الرسالة الثانية في صحح واحد الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح اوعى تقع في فخ صغر النفس وفي سفر يقول ليقل الضعيف بطل انا انا في امكانيتي ضعيفة جدا لكن لما بمسك في ايد الله بصير بطل لا تفقد الثقة في الابدية الخلاصة ان لا تكن صغير النفس واوعى تقع في الفخ ده قلتلك الاسبوع اللي فات لا تكن مغرورا احترس من الغرور لكن في الطرف الآخر احترس من صغر النفس وانك تعف الفخ ده ثق بنفسك وثق في الله وثق في الابدية اللي انت مدعو اليها وزي ما قال الله لأرمي النبي لا تقول اني ولد لان كل من ارسلك اليه تذهب وتتكلم بكل ما امرك به نعمة الله الاب تكون مع جميعنا امين ترجمة نانسي قنقر